دي ثقافة بالمناسبة فاحنا يجب علينا ان احنا نعيد ترتيب اولويات واوراقنا فيما يتعلق بثقافتنا العربية المشتركة ثقافة التناول ثقافة الحديث ثقافة الرؤية ثقافة الطرح نفسه احنا بنترح القضية باعتبرها غزة ولا باعتبرها فلسطين لازم نطرحها دائما احنا كناس انا مش بكلمك على القادة والزعماء القادة والزعماء بيشتغلوا على كده لكن احنا لازم طول الوقت نبقى شايفينها انها فلسطين مش بس غزة لانه هو الصهاينة عمليا بيعملوا لا زالوا بيمارسوا الكثير بالمناسبة من الانتهاكات بخصوص بقى هنا ايه الضفة مش القطاع العالم منشغل بغزة فهو يبدأ ينتهك فيما يتعلق بالضفة هل هذه الانتهاكات هتعكر صفو الهدنة لا هل هي كبرى فادحة فتعكر الهدنة لا لكن هو طول الوقت الصهاينة بيلعبوا ازاي انا بجسر روح مقدم خطوة كده واشوف هيا هيحصل ايه زبطوا اتعدل ورجع الورد هم طبيعتهم كده هم طبيعتهم كده زي ما هم جزء من تركبتهم بخبراتهم بالظروف اللي عاشوها هم طول الوقت مفوضين شطار فلازم تبقى انت مفاوض شاطر قوي مش شاطر بس وهنا برضو مسألة التفاوض هي تحتاج لإيه تحتاج إلى خبرة طويلة جدا تحتاج إلى فهم حقيقي بأدبيات هذا الصراع فهم عميق بأدبيات هذا الصراع فهم تاريخي بهذا الصراع والتاريخ هنا مش 1948 تاريخ هنا أبعد من ذلك بكتير لازم تبقى انت فاهم التاريخ كويس فاهم تاريخ اليهود في أوروبا كويس فاهم تاريخ اليهود في المنطقة العربية كويس أنا مش مكلمك على حالة طائفية إطلاقا لأنك لازم تبقى فاهم العقلية ما بين قصين المنتالتي ولهذا يستخدم هذا الخطاب ناراتف لازم تبقى انت فاهم ده لأنك لو مش فاهم لو احنا الناس احنا الصحفيين احنا المواطنين احنا الفنانين احنا المثقفين إيه لخي إيه لخي مش وصلين لهذا القدر من الفهم عمرنا ما هنوصل لحالة خلي بالك المفاوض اللي هنا بيبقى دايما في الحالة دي المفاوض هنا بيبقى ايه الرؤساء والقضواء وما إلى ذلك والمفاوضين وكبار السياسيين اللي هم المسؤولين عن هذا التفاوض توقيع المعاهدات والاتفاقات وما إلى ذلك علشان ينجح لازم لازم شعبه مجتمعه يبقى فاهم ليه؟ لأنه بيقيده لأنه بيقف وراه يعني على سبيل المثال حضراتكم شفتوا بنفسكم شفتوا بنفسكم أنه جزء كبير من قوة مصر خلال الستين يوم اللي فاتوا دول من يوم سبعة أكتوبر لحد دلوقتي جزء من القوة الحقيقية لمصر هي أنه فيه ظهير شعبي كامل يقف على نفس ذات المستوى في نفس ذات المربع هو يعني هيبقى هنا بقى المجتمع الشعب اي الشارع الرئيس نفسه رئيسة الجمهورية الجيش مجلس النواب الأحزاب الطلاب كل قوة المجتمع وقفة في نفس المربع فهنا كانت مصر قوية جدا في موقفها ما عندهاش الحمد لله والشكر لله مقطة ضعف وحدة وبالتالي كنا نحن اليد الأكثر طولا الأكثر قوة الأكثر فاعلية الأكثر نفاذية فعملنا كل اللي احنا قلناها يعني الرئيس قال هنوصل مساعدات فوصلنا مساعدات المساعدات هتستمر فبتستمر المساعدات هتوصل لحد شمال غزة فتوصل لحد شمال غزة لازم يتعامل واحد واثنين وثلاثة واربعه دا بقى قوة المفاوض فيما يتعلق به المعايير اللي تم العمل عليها علشان الإفراج عن الأسرة من الجانبين وبالمناسبة أنا بقول لك هوق معلومة المعايير وضعت وضعت بأيد مصرية خالصة دي قوة مصر ترجمة نانسي قنقر